واجدد الكاظمي العهد بعدم السماح باختطاف القرار العراقي ولن يسمح بالخضوع للمزايدات السياسية والانتخابية مشددا في كلمته على أن يكون القرار عراقيا بامتيازه ويضمن سلامة البلاد نجدد اليوم عهدنا إلى الشعب العراقي بأننا لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية وأن قرارنا أننا ننطلق من مشؤوليتنا الوطنية وأن نصوم سيادة عراق وأمنه وسلامة دولته وقرار عراقي بامتياز تفرضه ضرورات العراق ومصالحه أولا وأخيرا العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم العراق حر ولن يسمح أن تستخدم أراضيه لتصفية حسابات بين الدول نقول جيش عراق على أهبة الاستعداد للقيام بواجبه لوضع كل هذه الاستحقاقات حيز تطبيق علينا واجب إيصال عراق وشعب العراق إلى بر الأمان وسوف نعمل مهما ظن الواهمون إن بإمكان الصراخ ترهيب من تجذر حب الوطن في قلوبهم